أنا أعتبرها قد تكون مفاجئة لكن المفاجئة صارة للأغلبية أنا حسب ما أفهم وتابعت هذا كان خبرا صارا للجميع معدل الكيان الصهيوني يعني جميع الدول استقبلت لكن قد تكون درجة الاستقبال تختلف مثلا من خمسين ستين إلى مثلا تسعين كان تختلف مما فيها الولايات المتحدة الأميرة حتى الولايات المتحدة حسب ما تزعم بأن مثلا كذا 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 لكن الكيان الصهيوني كان هو الوحيد يعني الذي قد يكون هذا الاتفاق أزعجه لأن كان يتخيل أو كان يزعم أمورا فوجأت بهذه الأمور أو خرجت هذه الأمور عن مسيرها فنحن بمباركة جميع أو يعني خلنا أقول أغلبية لأن الاستقراء التام غير محصل لا يمكن أن نحصل على الاستقراء التام لكن من بارك هذا الاتفاق بارك لأنها رأى هذا لصالح الإقليم يعني لو كانت هذه علاقات ثنائية بحتة بين دولة ودولة أخرى لم تبارك من قبل الآخرين ولم يحظى بهذا الاهتمام الكبير ولم يحظى بهذا الاهتمام لأن هذه علاقات ثنائية تحصل في العالم يعني ممكن يوميا ترجمة نانسي قنقر